طيب من أخبار النهاردة أيضا خبر يقول أصدر مجلس الوزراء قرارات أرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أهمها إيقاف أشكال الدعم أي شكل من أشكال الدعم عن كل متعد على الأراضي الزراعية المجلس وافق أيضا على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمال الأجر للموظفين والعملين للدولة نقرأنا الخبر ده في الصحافة كما كشف رئيس الوزراء عن التنسيق مع سلطة تشريعية للوصول إلى صلة قانونية تعيد التوازن بين الملك والمستأجر في ملف الإجارات القديمة التلات قضايا دول كانوا من أهم أنشطة مجلس الوزراء بالأمس مسألة التعدي على الأراضي الزراعية ومسألة تعديل قيم الحد الأدنى للأجور للموظفين والعملين بالدولة والتنسيق مع سلطة تشريعية في مسألة الإجارات الأديمة الإجارات الأديمة دي صداع فعلا أغيان لمتابعة مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذ سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير وصبح على الشعب المصري اللي هو هدف القيادة السياسية وهدف معالي الوزير وهدف كل تنفيذي على مصر وكل أحد مهندس سعد المتأمل الحقيقة أو المتابع مش متخصص بس المتابع كمواطن عادي خالص لحجم التجاوزات أو التعديات على أراضي الدولة واللي الدولة حاليا بتقف بالمرصد لهم وبتسترد أراضيها مرة تانية بشوف أرقام مخيفة للغاية يعني أنتم زي حضراتكم بتتعاملوا مع هذا الكم من التعديات ولازم كمان أتمن الجهود الخاصة بحضراتكم في استعادة هذه الأراضي من جديد بص يا فندم منذ تكليف القيادة السياسية للتصدي والتعامل مع هذا الملف بنهج وفكر غير تقليدي تم عمل خطة والسراتيجية للتعامل مع هذا الملف وخاصة النهج ناتج من فكر القيادة السياسية وهو التحدي والفكر غير التقليدي للتعامل مع هذا الملف تم عمل خطة ممنهجة للوصول للتعدي صفر والوصول على استبداد جزء كبير من المساحة التي تم استطاحها تحت بند التعدي على الركع الزراية بكافية نوع منذ ذلك تم التنسيق مع المحليات على وجه السرعة وذلك لعمل غرف عمليات بتحت مسمى لجان المنع وليس التعامل بعد التعدي من القاعدة الى الكامل حيث تم التنسيق مع المحليات لإذار تلك الكرارات والحسن الحظ تم تدور 6 كرارات من أجساد المحافظين لكرارات المنع أي التصدي لظاهرة الشروع في التعدي على الركع الزراية وليس التعامل بعد المنع تمام وهذا العدف الأول والأخير طيب أستاذ سعد هل عندنا إحصائيات دقيقة أو تقريبية حتى لحجم الأراضي المتعدة عليها التابعة للدولة؟ نحن في المرحلة الحالية المرحلة الانتقالية منذ تركيز التوجيه على تطقيق البيانات هو حوالي المساحة مش هنخش في تفاصيل بأرقام وعلى حسنة نحن في مرحلة الانتقالية للتطقيق لكافة الأرقام وتوحيد الجهات والمشاركة الكاملة من كافة الجهات لكن في حصر بهذه الأراضي يا بشمواند السعد حتى لو ما فيش أرقام في حصر بيها بص يا فندي في حصر بس أنا في المرحلة منذ تكليف لهذا الملاف أنا حريص ما أقولش رقم إلا ما يكون محدد ومدكر ومن نتيجة تحديد هذا الرقم تم اتخاذ إجراء منذ 48 ساعة للتطقيق في تلك البيانات وذلك بتوحيد كافة الأرقام من كافة الجهات الولاي لسه أنتوا في سبيلتوا لتحقيقها وتدقيقها وتدقيقها نظرا وترتب على جالة صدور دولة معالي مجلس الوزراء أمس لتشكيل لجنة مركزية لجنة مركزية للجان المتابعة لكافة أنواع التعديات ومنعها من القاعدة واستقبال كافة البيانات من السادة المحافظين إلى تلك اللجنة وذلك حتى يكون الأرقام التي تعرض على دولته أرقام دقيقة وليس فيها أي تلاعب ولا مخالف للحقيقة حضرتك قلت أنه كنت بتتصد لهذه المشكلة يا بشمواند السعد بفكر غير تقليدي إيه الفكر غير تقليدي؟ الفكر الغير تقليدي كمثال كافة الإزالات التي كانت تتم في السابق لن تعادل أرض إلى حالاتها الزراعية تم التوجيه طورا لكتابة في معدر الإزالة أن لا تعدل إزالة إزالة كلية إلى بعوثة الأرض إلى حالاتها الزراعية على فكر الغير تقليدي تم التوجيه لحصر كافة المساحات الموجودة على الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية وعودت تلك المساحات إلى ركع الزراعية وذلك بدون تكلف الدولة أي جهد وليتم رفعها بمعرفة المخالف نفسه أو بمعرفة المتعدي نفسه حتى لا تكلف الدولة أي جهد في المرحلة اللاحبة مهندس ساد الإجارات القديمة وتحتها ألف خط مبدأ الإجارات القديمة في فكر الجمهورية الجديدة هو تعظيم الاستفادة من كافة أي مساحة سواء تستغل بوابع اليد سواء تؤجر في مهجة في ظل الفكر الغير تقليدي للقيادة السياتية والجمهورية الجديدة وهو تعظيم كافة الاستفادة من كافة من قدرات الدولة يتم التعامل حالياً بالفكر آخر وهو تعظيم الاستفادة بكافة أنواعها طب بمهندس ساد الأشكال التعدي هنا إيه؟ يعني إيه لما نقول فلان تعد على أراضي تابعة للدولة أو أراضي زراعية؟ يعني التعدي دا شكل بياخد أشكال إيه؟ بص يا فنجل يتم الفصرة القادمة بإذن واحد أحد التعامل مع هذا المنفس بكل حاج أول شيء المنع التعدي أي التعامل قبل داد التعدي أشكال الاتعديات عديدة أشكال التعديات كتبوير الأرض الزراعية كتبوير الأرض الزراعية تم التوجيه في المرحلة الحالية لاستعادة كافة الأراضي المبورة والوزاركة دي أتحرسيها ورجوحها إلى رقع الزراعية على وقت الصرع ثانيا كافة التشونات بكافة أنواعها سواء تشونات كتغيير سيارات سواء معارض السيارات سواء أهلات زراعية سواء تشوين أخشاد سواء تشوين رمل وزارة سواء كافة أنواع سواء مكامير الفحم تم التصدي لها حاليا وسيتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية والإدارية حيال تلك التعديات التي لا تهضع لقانون التسارع وسيتم عودتها إلى الركع الزراعية بإذن واحد قاعد خلال فترة بعد الوصول لسفر تعدي باشمون الساعدة لن أرجع معك لمسألة الإحصائيات يعني إحنا التعدي ده بيعود إلى سنة كام؟ من بعد 2011 ولا من قبل ذلك؟ الحصر تبكى للبيانات اللي هي تراجع لتدقيقها لكيفية التنسيق المدينة جهات الولاية كان من 2011 من بعد 2011؟ من بعد 2011 حتى التاريخ طب أنا عندي إحصاء تقريبي بيقول أن حجم التعدي يقدر بآلاف الأفدنة الرقم ده صحيح؟ بص يا فندم هذا الرقم اللي هو تقريباً يتين وتتين ألس ساعدان هذا الرقم أنا أرجعه حالياً منذ تكليفي منذ شهر وفترة بسيطة تم التدقيق والتجديد على تحديد وتدقيق كافية البيانات مدراً وعدم التوافق والتنسيق مدينة جهات الولاية في المرحلة السابقة ومنذ هذه اللحظة تم التوجين بكل حجم وسيدة من وذلك بتكليفات من معالي الوزير للتفكيط في تحديد البيانات وعلى سبيل المثال عدم حصر كافة التعديات على أين كانت جاءت ولاياتها هذا لم يتم في الفترة السابقة ويتم حالياً التفكيط والتوكيل لحصر كافة التعديات على كافة أراضي الدولة أين كانت جاءت ولاياتها ثانياً البيانات الخاصة بالإزالات الإزالات التي كانت تتم في الماضي لم تعدي إزالة كلية وتم التنبيه بعداً بالكتابة في كل محاضر الإزالات أن تعدي إزالة كلية إلى بعودة الأرض إلى حالاتها الزراعية وتم التنبيه بعداً إبناء أي تعدي إلا بعودة الأرض إلى حالاتها الزراعية هنا قرار مجلس الوزرة بشمهند الساعد بيقول إنه إيقاف أشكال دعم عن المتعدي تحديد المتعدي ده بيكون إزاي بحكم قضائي ولا بإيه هذا يا فندم هذا القرار قرار صائد مئة المئة أيها أنا مش بتكلف صائبة وعدم الصواب هذا الإجراء تحديد المتعدي بيتم إزاي؟ الألية بتكون إزاي؟ بمجرد شروعه بمجرد شروعه في التعدي على روكة الزراعية منذ أمس تيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واتخاذ كل ما يزم من تكلفات القيادة السياسية لكن مش لازم يصدر ضد حكم قضائي مثلاً بأنه هو ده المتعدي هذا جرم على اقتصاد وعاتب الدولة هذا جرم على الأديال القادمة هذا اقتصاد وقام قوم مصر كيف أتعل مواطن متعدي على اقتصاد الدولة وكيف أضع مواطن لا يصير على ناعد القيادة السياسية وهي الجمهورية نعم شكراً جزيلاً لك باش مهندس سعد عام الرئيسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة يعني الإدارة المركزية هي التي تتبع وزارة الزراع شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك